يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على الضحية الجنوبية ببيروت وجنوب وشرق لبنان العدوان الإسرائيلي أصفر على سقوط 3445 قتيل وأكثر من 14 ألف جريح ومليون و400 نازح ضيفنا معنا مباشرة من بيروت الدكتور راغب جيبر الأستاذ المحاضر بجامعة الإعلام بلبنان مرحبا بك سهلا أهلا بك شكرا لك على قبول الدعوة سنبدأ معك من مقال لك مؤخرا في جريدة النهار العربي مقال مهم جدا جاء بعنوان أبعد من غزة بكثير واللي من خلاله في تحليل وقراءة منك للحرب في غزة وفي لبنان تعتبر أنه اليوم اتضحت الصورة يوما بعد يوم يعني هي ليست حرب لاقتلاء حماس من غزة ولا لإبعاد حزب الله عن الحدود وإعادة سكان المستوطنات الشمالية هي حرب يعني أكبر من ذلك بكثير كيف ذلك؟ طبعا بالاستناد إلى مجريات الحرب الدائرة والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة سواء من المتطرفين بتسلئيل سموت ريتشو إتمار بن جفير والتي دعمها بقوة الرئيس الوزارة بن يمين نتنياهو يبدو أن المخطط الإسرائيلي لن يكتفي بغزة بل هو يستسمر التطورات الأخيرة وخصوصا مجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية لفرض مشروع كان يتم الحديث عنه في أوقات متكررة ونحن لا ننسى أن ترامب في ولايته السابقة كان يزمع عقد صفقة كبرى في المنطقة وهذه الصفقة تنهي القضية الفلسطينية الغزة هي جزء من الحالة الفلسطينية في فلسطين المحتلة إنما الثقل الأساسي للسكان الذي يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة هو في الضفة الغربية التي تسميها إسرائيل يهودا والسامرة وهي في قلب الرواية التاريخية الإسرائيلية اليهودية الصيونية المزيفة المزعومة طبعا هم يهتمون بالضفة الغربية أكثر من غزة يمكن أن يتخلوا عن غزة لكن حلمهم دائما هو الضفة الغربية طبعا ونستذكر جميعا قول دونالد ترامب أن أرض إسرائيل ضيقة عليها طبعا أنا أعتقد أن المخطط المقبل إسرائيل تعتمد سياسة القدم خطوة خطوة المرحلة المقبلة ستتوجه إسرائيل إلى الضفة الغربية طبعا يبدأ المشروع الإسرائيلي بتجزئة الضفة وزرع المستوطنات وتقطيع أوصالها بحيث يصعب تواصل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعضها ببعض عندئذ ستكون السلطة لإسرائيل هذه مرحلة أولى المخطط يقضي في المرحلة الثانية بعد تقطيع الأوصال والسيطرة على الضفة الغربية وتقريبا إزالة السلطة الفلسطينية الضعيفة برئاسة محمود عباس ومن سيأتي بعده من نفس الطينة سيكون هناك يعني طبعا هذا المخطط ينجح أو لا ينجح هذا أمر آخر يعني دكتور راب جيبر نفهم من ذلك مثلما كتبت في هذا المقال أن هذا المخطط سابق من حيث الاستغلال لأن هناك يعني الحقيقة أريد أن أتوقف معك في هذه النقطة تحديدا لأنها خطيرة جدا ذكرت في المقال قلت ما حصل في غزة كان مخطط له ليحصل إذا لم يكن في أكتوبر 2023 سيكون في يوم آخر لكن وأن إسرائيل كانت تعرف أن الانفجار آتن لا تدخل في حروب دون تخطيط لاستثمارها سؤالي اليوم إذن أحسنت استثمار أسرائيل هذه الحرب في غزة التي كانت يعني متأكدة أنها ستحصل لكن هل تعتبر أن حماس وحزب الله لم يحسن تقدير أو استثمار هذه الحرب أو خاصة تقدير ما ستقول إليه هذه الحرب من نتائج على أرض الواقع وفيما يتعلق كذلك بمواقف الدول الأوروبية والعربية طبعا السؤال إذا كانت حماس أحسنت أو لم تحسن التقدير هو سؤال قد تجيب عنه الأيام المقبلة لكن إسرائيل دفعت حماس دفعا وتدفع حزب الله دفعا إلى هذه المواقف كيف ذلك؟ لو لم تحصل عملية طفان الأقصى كان سيحصل شيء آخر نحن نعرف أن الفلسطينيين في غزة يعيشون تحت ضغط هائل هناك حصار وهناك تجويع وهناك إزلال وقهر للفلسطين يوميا لا بد لهذا الشعب أن ينفجر يوما ما حصلت عملية طفان الأقصى نتيجة الضغط والقهر الإسرائيلي لهذا الشعب لا يمكن لشعب محتل أرضه ويقيم على تخوم بلداته وقراه في مخيمات إلا أن ينفجر إسرائيل تعرف ذلك تعرف أن كل ممارساتها ستؤدي إلى هذا الانفجار من هذا المطلق أنا قلت أن لو لم تحصل عملية الطفان كان سيحصل شيء ما ليس في ذات التوقيت إنما في توقيت آخر لا يمكن أن تستمر الحالة هكذا وما حصل في غزة قد يحصل في الضفة الغربية لأن قمع هذا الشعب وممارسة العنف والقتل بحقه لا بد أن يولد ثورة القضية الفلسطينية هي قضية معقدة جدا الشعب الفلسطيني شعب حي وما زال مقيما على تخوم أرضه يرى المستوطنين يحتلون بيوته وقراه ومزارعه وهو يكاد يموت جوعا ممنوع عليه العمل ممنوع عليه السفر ممنوع عليه إنشاء مطار ممنوع عليه إنشاء مرفع الشعب لا بد أن ينفجر أي شعب في العالم يعيش معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن ينفجر وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان إلى حزب الله سنأتي إلى لبنان فيما يتعلق بحزب الله لكن خلينا نختم معك فيما يتعلق بغزة اليوم يعني بعد استهداف أبرز القيادات معناها التي قيادات حميس وفي ذل تراجع قطر في مواصلة الوساطة وهناك حديث عن إغلاق كذلك لمكتب حميس بقطر رغم يعني عدم تأكيد هذا الخبر من عدمه لكن اليوم هل تعتبر أن حركة حميس اليوم في موقف يعني لا يسهل عليها أن تفاوض من موقع قوة يعني لا بد من الاعتراف بأن ما جرى في غزة من تهديم ودمار هو يعني عدوان خطير نحن نرى أن غزة دمرت وأن حق في لبنان هناك دمار هاي اللي كانت يوازي دمار غزة في مدة شهر ونصف طبعا اغتيال القيادات وهذا الحجم من الدمار والحجم من المعاناة لابد أن يؤثر نحن يعني يجب أن نعترف بالواقع الورقة التفاوضية لحماس وحتى لحزب الله تضعف مع استمرار العدوان وضرب المدنيين بشكل عنيف جدا وأنا أقول أن حماس في غزة وحزب الله في لبنان مستفردين في هذه المعركة بلا دعم وبلا غطاء لا من الحلفاء ولا من الأصدقاء يعني كل ما يقدم للبنان ولغزة هو مجرد بطنيات ومساعدات غزائية الصورة قاطمة طبعا لكن في المقابل أنا أتابع يعني ردود فعل الناس الناس ما زالت مؤمنة بالصراع يعني لم يستسلم أحد لم يستسلم أهل غزة رغم كل شيء لا يستسلمون نعم وفي لبنان لا يستسلمون بسهولة طبعا في اغتيال القيادات أمر يعني صعب جدا ويعني يؤدي إلى إضعاف لكن أعتقد أن هناك قيادات بديلة أعتقد أن على الأرض الناس التي تقاتل ما زالت موجودة وأعتقد أن الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني قادرين على إنتاج قيادات جديدة طيب إذن ما هي توقعاتك دكتور رغم جيبر فيما يتعلق بمسودة الاتفاق التسوية التي تحدث أو ربما سربت بعض عناصرها وسائل الإعلام الإسرائيلية لم أسمع السؤال السؤال هو يتعلق بمسودة اتفاق التسوية التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية واللي نعتيه فكرة ربما عن مضمونها بصفة عامة هو وضع خمسة ألف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة تعهد من إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان إعادة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وهناك في انتظار الرد اللبناني على هذا المقترح الأمريكي والذي مرتبط بالالتزام حزب الله بقرار مجلس الأمن 1701 اللي نعرف أنه نزع السلاح عن حزب الله ما هي حظوظ أو هل ستتفاعل الساحة اللبنانية على مستوى القيادة لهذه بقبول هذا الاتفاق؟ طبعا ما عرفناه عن الاتفاق هو خطوط عريضة لكن لم تعلن تفاصيل الاتفاق حتى الآن لا أحد يعرف إلا المعنيين بالأمر وهم قلة قليلة جدا يعني في لبنان حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري وربما رئيس الحكومة الذين يعلمون بتفاصيل الاتفاق طبعا الاتفاق يعني يقال أن فيه نقاط إيجابية قد يعني يلقى قبولا من لبنان هناك خلافات مثلا بعد على مسألة مراقبة تطبيق الاتفاق 1701 يعني ما زال لبنان يرفض تشكيل لجنة دولية تضم دول مؤيدة جدا لإسرائيل كالوليات المتحدة وإلمانيا لكن يعني الحديث في لبنان يدور الآن عن أن هناك تقدما ما يعني ليس هناك حسما إسرائيل خلال اليومين الماضيين صعدت بشكل هائل حربها على لبنان مستهدفة أحياء لم تكن يتوقع لم يكن متوقع أن تقصفها وهي أحياء لجأ إليها مدنيون كسر هذا التطور النوعي في الغارات وفي التدمير هو لضغط على حزب الله للقبول بالاتفاق طبعا هناك حديث عن إيجابية ما أو رئيس البرلمان يقول أن الحزوز هي 50-50 يعني لا ننسى أن هذا المقترح هو جاء من إدارة بايدن وبتنسيق هوكشتاين الذي يقوم بجولته بين لبنان وإسرائيل لقبول بهذا المقترح هل حسب رأيك سيتغير الأمر مع بداية ترامب لإدارة البيت الأبيض مع العلم نذكر أن ترامب هو الداعم الأساسي لإسرائيل ونعرف أن موقفه الرافض للقضية الفلسطينية وحتى كان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل يعني هل هناك تسارع من قبل الإدارة الحالية المنتهية مدتها لجو بايدن في أن يقع قبول هذا الاتفاق لأنه قد يتغير مع بايدن يعني هناك شيء سابت وأكيد هو أن بايدن وترامب صهيونيان إسرائيليان حتى العظم لا يختلف بايدن عن ترامب بايدن أتى إلى إسرائيل وقال أنا إسرائيلي صهيوني وبايدن معروف أنه إسرائيلي صهيوني أنا لا أعتقد أن هناك خلافة بين بايدن وترامب على دعم إسرائيل لكن يعني كما يقال ونسمع أن ترامب يفضل أن يأتي إلى الحكم وتكون إسرائيل حسمة المعركة هو ليس رجل يعني يريد الحل كيفما كان هو ترامب نظريته أن أضربوا ضربتكم بقوة وإنهوها قبل أن آتي بيستثمر هذا الإنهاء الذي تم وهو متفق مع بايدن خلال لقائهما قبل يومين في البيت الأبيض اتفقا على استمرار مهمة عموس هوكشتاين لحل الأزمة أو وقف إطلاق النار الرجلان بايدن وترامب برأيي متفقان في موضوع إنهاء الحرب بقوة والرجلان يدعمان إسرائيل بكل قوة ليس هناك فرق بين إدارة ديمقراطية وإدارة جمهورية في أمريكا في التعامل مع إسرائيل الإدارتان متفقتان هناك دولة مهمة جدا في تحديد نهاية هذه الحرب وهي إيران نتذكر أن الولاية الأولى لدونالد ترامب استطاع من خلالها الضغط على تهران والانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها وصولا إلى اغتيال فيرق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني والذي كان فيما بعد نتائجه يعني تعميق إيران لعلاقاتها مع روسيا والصين وكوريا الشمالية ومؤخرا حتى تحسين العلاقات مع السعودية وأصبح لإيران دور إقليم أهم هل ستتغير سياسة ترامب مع إيران فيما يتعلق بالملف النوم وكذلك فيما يتعلق بإيران ودعمها لحزب الله وكذلك الدور الذي تقوم به إقليميا لزمان أمن إسرائيل أولا لابد من قول أنه تبين أن قوة إيران العظيمة هي قوة خطابية أكثر منها قوة فعلية نحن الآن أمام مشهد يتغير المسؤولون الإيرانيون يبدلون لهجتهم الرئيس مسعود بزشاكيان يكاد يعانق المسؤولين الأمريكيين ويبدي محبته لهم علي دارجاني كان بالأمس في بيروت وقال كلاما مختلفا عن اللهجة التصعيدية والتهديدية الإيرانية السابقة إيران تراجع حساباتها أعتقد أن الضربة الإسرائيلية في إيران التي لم يعرف أو لم يعلن الكثير عنها كانت موجعة ورغم الحديث عن الرد لم نرى شيئا حتى الآن أعتقد أن الحرب الدائرة في المنطقة هي حرب ضد إيران يعني حرب باعتبار إيران هي قائدة هذا المحور المبانع يعني ستتخلى عن مساندة أو دعم حركات المقاومة في المنطقة هي لن تتخلى ستجبر على التخلي ربما تعقد إيران صفقة مع الغرب من أجل برنامجها النووي ربما تتخلى عن الدعم بالسلاح يعني هناك ساحتان أو ثلاث ساحات لم تعود إيران قادرة على الإمساك بها هي ساحة فلسطين ساحة غزة وساحة سوريا وساحة لبنان يعني أعتقد أن ربما تنال جائزة طردية في العراق لكن أعتقد أن الحرب هي حرب تستهدف الحوسيين أيضا وتستهدف حزب الله وحماس وسوريا التي تنال يوميا نصيبها من القصف والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة سوريا المتعبة بحرب عشر سنوات مبدئيا خارج سياق المحور الممانع يعني لم تدخل الحرب لم تفعل شيئا والآن المطروح في ضوء الاتفاق الجديد الذي يتم الترويج له في لبنان هي مجبرة على عدم السماح بمرور السلاح إلى حزب الله وربما في فترة لاحقة ستضطر سوريا إلى الانفتاح على العالم العربي وتلبية شروطه بالتخلي عن هذا التحالف مع إيران نختم معك بتعليقك عن موضوع السجين اللبناني في فرنسا منذ أربعين عاما في السجون الفرنسية جورج عبد الله الذي أمر القضاء الفرنسي مؤخرا منذ يوم تقريبا بالإفراج عنه بعد أن قذ حكم بأربعين سنة بالمؤبد هو قذ منه أربعين سنة في كل مرة يتم اتخاذ قرار من قبل المحاكم الفرنسية بالإفراج عنه تستأنف النيابة العمومية المدعي العام الفرنسي أعلن أنه سيستأنف قرار المحكمة وكانت أعلنت عائلته أنها تخشى تدخلات سياسية لماذا دائما هناك ضغط في ملف جورج عبد الله من قبل يعني خاصة الإسرائيل في هذه الشخصية بالذات الضغط هو ليس ضغط إسرائيلي الضغط يعني إسرائيلي أمريكي أكثر لأن جورج عبد الله محكوم بتهمة قتله ديبلوماسيا أمريكيا فجورج إبراهيم عبد الله هناك ضغط أمريكي كبير لعدم إطلاق صراحي أمريكيا وأسرائيليا لأن جورج إبراهيم عبد الله أصبح رمزا في لبنان في لبنان وفي المنطقة هو شخصية أعتقد لو أفرج عنها ستحدث يعني ضغوضا كبيرا معنويا ضغوضا معنويا كبيرا هذا الرجل حوله هالة كبيرة من التقدير والاحترام في أوساط جميع اللبنانيين وأعتقد أنه حتى خارج لبنان في أوساط جميع العروبيين واليساريين العرب الذين يعتبرونه رمزا كبيرا للنضال وهو نموذج الشخصية المظلومة يعني هو رمز للمظلومين في هذه البقعة من الأرض وهو شخصية محبوبة ومقدرة جدا في المنطقة لا سيما أن هذا الشخص يعني إذا تحدثنا عن فترة السبعينات والثمانينات عندما كان النضال له أهميته وله قدسيته هذا رجل من تلك المرحلة مرحلة قدسية النضال والصراع ضد أسرائيل يعني خروجه اليوم سيؤكد ويحيي ربما مشروعية النضال وحركة النضال ربما يحيي مشروعية النضال وتريد أمريكا وتريد إسرائيل القول أن نحن لدينا مثل يقول ميتنا لا يموت فإن من يتجرأ ويقترنا سيناله عقابا قاسيا وطويل الأمام شكرا لك دكتور رغب جابر أستاذ محاضر بجامعة الأعلم بلبنان كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا لك شكرا لك نحن وصلنا نهاية البرنامج شكرا لكم مستمعين تعاودوا تسمعونا على الفيسبوك واليوتيوب للقناة جيوكس بريس للقناة إكس بريس أفم وبرنامج جيوكس بريس كان معكم في الإخراج يوسف بن عيسى اللي يشغل فينا قاعد تيلة اللقاء وكانت معكم في الديجيتال تقوى المديوني ياسين الحافي في فقرة الصحافة العالمية وفي التنسيق عود في المزوغي إعداد وتقديم نتلقاه إن شاء الله الجمعة جاية ما تنسيوش تعودوا وتشوفوا من خلال الفيديوهات اللي انهبتوهم على الإنستغرام لإكس بريس أفم والتيك توك الجيوكس بريس اللي ترقاوا فيها أبرز تصريحات ضيوفنا مرحبا بكم شكرا على متابعتكم لإكس بريس أفم